العلاقة مع تركيا العجز فيه 18 مليار درهم أقل من 1% ديال استثمارات تركيا في المغرب وطبعاً ما كان شدان عندي مشكل مع تركيا في النسيج قيل أنه النسيج ما عندوش منظومة هذا غير صحيح هذا غير صحيح البلان داكسيليغاسيو اندوستقيال فيه منظومة مع النسيج لعطات النتائج وسبحان الله العظيم هذه السنوات الأخيرة بدأ النسيج كيتنعج في المغرب لماذا؟ لأنه كان منظومة خاصة ديال النسيج لينخرطوا فيها النسيج القطعة ثانياً وقام مشكل مع تركيا في النسيج لأننا نجينا نشوفه مناصب الشغل اللي مشاوه في النسيج 2014-19 ألف 2015-24 ألف 2016-35 ألف 2017-44 ألف هذا شيء طلع العجز طلع والمشاكل طلعين هذه السنين تدخلنا كوزارة وقفنا هذا الشيء الذي يأتي من تركيا ودرنا له الديوانة لكي يدخل المغرب نخفض شوية هذا الشيء لكن وصلنا لهذه السنين الآن 2021 2021 لا يمكننا نمدده هذا الشيء الذي يدرنا مع تركيا سيقع لنا مشكل كبير جوش الحلول لأننا نحن وزارة دين المغرب اللي اسمحتوا لي نحن ندفع على بلادنا وعلى مناصب الشغل دين المغرب جوش الحلول إما غادي نبتلوهم وإما قلت أنا غادي نشرقهم الآن قالوا بإلا غادي تمزقوا غادي نمزقهم إلا أخصا نشرقوا هذه الاتفاقية بالاتفاقية مع تركيا سنشرقهم الآن تركيا تقبلت أنه غادي تعاد النظار في هذه الاتفاقيات وتقبلت أنه غادي تعاد النظار بالشكل اللي خصي المغريب للقافية الحل وصلنا كنا تفقنا أنه قلت غادي نشرق حل في آخر جنفير طلبوا أنه هذا هو آخر جنفير وستة فبراير فيستة فبراير سيفتولنا ميل في هذا الشيء نقول لكم هذه النقاط ولكن هذا الأيام قليلة أو أسابيع قليلة ما غاديش نتصرر ولكن ما غاديش نبقا سنين وحنا نتكروف هذا الشيء خاوي هذا الشيء خصو حلول خصو الحلول دابع